أقرى تنظيم القاعدة الإرهابي بمقتل قيادي بارز فيه في غارة يعتقد أن طائرة مسيرة أمريكية نفذتها في شمال اليمن الشهر الماضي ونقل موقع سايت الأمريكي المتخصص في متابعة إعلام التنظيمات الإرهابية عن خبراء أن القيادية في التنظيم حمد بن حمود التميمي قتل في غارة أمريكية في قرية في محافظة مأرب